السلام عليكم مرحبا بالجميع هذا الفيديو موجه لجميع الأطور التربوية والإدارية المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية أو امتحان كفاءة المهنية الذي تنظمه وزارة التربية الوطنية إن شاء الله من خلال هذا الفيديو سنشرح لكم طريقة الترشيح الإلكتروني مما أنها هي الصيغة المعتمدة هذه السنة إذن جاف المذكرة الوزارية لصدرت بتاريخ 16 أكتوبر 2020 الخاصة بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للهيئة العاملة بقطاع التربية الوطنية برسم السنة 2020 بأن جميع الهيئة سواء الهيئة التدريس أو هيئة الإدارة سيكون لديهم في نفس النهار يوم 26 دجمبر 2020 إذن بالنسبة لنا في هذا الفيديو سنركزوه على طريقة الترشيح الإلكتروني إذن هذه المهمة عندنا يتم الترشيح المصادقة على طلب الترشيح الإلكتروني وجوباً عبر البوابة اللي هي ميهاني.من.gov.ma إذن شوفوا هاد البوابة هدي سنمشيوا للمحرك البحث جوجل غادي نكتبو ميهاني.من.gov.ma نكتبو على هاد الرابط باش ندخلو لهاد المنصة هادي إذن هاد المنصة كتقدم لنا مجموعة دي المعطيات أو المعلومات على هاد الامتيحان من بينهم يعني تاريخ إجتياز الامتيحان هو 26 دجمبر والفترة دي تسجيل من 19 أكتوبر إلى تسعود نوانبير بنسبة لطريقة الدخول تسجيل الدخول غادي نستعمله لإرباري الإلكتروني تعليم.a اللي كتستعمله باش تدخلو المصار يعني الحساب دي لكم في مصار او outlook إذن غالبا تكون الاسم الشخصي والعائلي robust تعليم.a ثم القن سيري من بعد من اللي غن ندخلوه غادي نكليكيو على الطلب كما كنتشوفوا معايا هنا ثم مسك وتتبع الطلب إذن هنم غادي نكليكيو على هاد الاختيار غادي يعطوكم يعني معطيات شخصية خاصة برقم تأجير اسم ديارك تاريخ إزدياد رقم بيضاقة الوطنية مقر العمل مهمة الإطار تاريخ التسمية والدرجة اللي ش بغيت تمشي في الامتحان والوضعية ديارك واللهيئة لش كنت نتامي وهنايا العنوان اللي كان في البطاقة الوطنية إلا ما كانش غادي تزيدوه ثم البريد الإلكتروني والهاتف النقال إذن من بعد غادي تأكد من هاد المعطيات وتزيد المعطيات اللي خاصين غادي تكليكي على حفظ إلا كان شي مشكيل إلا كان شي حاجة ما شي يعني شي معلومة خطأة غادي تتصل بالمو دير المؤسسة أو الرئيس المباشر اللي اشتبعها يعني الإدارة فاشخدها ثم تكليكي على حفظ بالغاية تكليكي على حفظ أتخرج لكم هاد المفهم نتر هذي فيها معلومات لقد تم حفظ طلبكم بنجاح إذن هنايا يعني هذه المرحلة الأولى ثم قد نديرو إغلاق مباشرة من اللي غا نديرو إغلاق قد تبليكم واحد البطن خراحة حفظ اللي هي المصادقة إذن لحد الآن أرى ممكن أننا نبدلو في هذه المعطيات إذا كان شي مشكل إذن خلصا نتأكده قبل ما نتكليكي على مصادقة إذا تأكدنا من جميع المعطيات وجميع المعلومات الخاصة يعني بالأستاذ أو بالإطار إداري سنتكليكي على مصادقة يتعين التأكد من المعلومات الممسوكة قبل المصادقة إذن هنا يأعطيك فرصة ثانية واش تصدق ولا لا إذا تأكد من جميع المعطيات سنتكليكي على نعم إذا ما زال يعني ممكن يكون شي خطأ أو شي حاجة سنتكليكي على لا إذن نتكليكي على نعم ثم سنعطيكي مصادقة لقد تمت المصادقة بنجاح ثم إغلق هنا حفظ هذه المصادقة ما ستبقى سيكون لديك بطن واحدة أخرى وهي طباعة أم بريمي الطباعة هي لكي يطبع هذا الوصل الترشيح الإلكتروني لإجتياز امتحانات الكفاءة المهنية إذن نتكليكي على هذا الوصل أو أم بريمي يعطينا وصل الترشيح عبارة عن في شيء PDF كما تشوفوا معي هذا هو المثال اللي عندي هنا أدي تأم بريمي وباش يبقى عندكم كوصل للترشيح ونتمنى إن شاء الله التوفيق لجميع وشكرا